الألم اللي بيسمع في الظهر ده ليه أربع أسباب أساسيين أهمهم طبعاً الألم الفضيع اللي هو لا يختفي اللي هو البانكرياس وده صاحبه ما يبقاش بيعرف يكلمنا في التريفون فده موضوع وإن كان بعض التهابات البانكرياس البسيطة لابد إن إحنا نحطط ليها ومش حطبعاً مش حخاوف الناس إذا كان فيه خصية أو كلام من ده زي المرض فوزي مرض فوزي بس إحنا بنذكر الناس به فنان الراحل محمد فوزي طبعاً لأنه كتب في الطب لأنه سافر ألمانيا يعني هو الراجل سج المرض وطبين إحنا كمصريين مكناش عارفين أنا عرفته إحنا بنذكر تاريخ الطب في الخارج والمرض ده في فترة من الفترات قاعد حوالي سنة أو سنتين كمسمى بلقب فوزي نسبة إلى فناننا هذا كده تغير اسمه إلى الطباء اللي شافوه وبعدين تسمى إلى الالترو بيريتونية الفابروزي فأي ألم بيسمع في الظهر عادة لازم نحتاط لبعض الحاجات النادرة وده بعيد عن اللي إحنا سمعناه من مدام مونا ده مؤكد بس إحنا وإحنا بنذكره قلنا يمكن طبيب يسمعنا أو حاجة ونحكي لهم قصة فوزي بالمناسبة بحيث الناس آه يعني دي قصة تبقى وعروف مدام مونا المرارة طبعاً الألم بتاعها بيسمع في الظهر أو في الكتف الاثنى عشر بتسمع في الظهر أو في الكتف دول ثلاث أسباب من الأربع اللي إحنا هزين نتكلم عليهم إحنا قلنا البانكرياس الألم بتاع المريء تقلص المريء ممكن يبقى في السدر وبيسمع في الظهر ويحاكي القلب وممكن يبقى نازل لتحت أيضاً وبرضو بيسمع معنا في الظهر طب هي تعمل الفحص إيه بقى؟ هتعمل سونار ده نمرة واحد سونار عند حد متفحص عندنا طبعاً أسباب تانية غير دول بتدول الرئيسيين إذا كان السن كبير فوق سن الخمسين لابد أن إحنا نتأكد من ما فيش تمدد شريان أو أورتي هذا هو الطب وما فيش جملة نقصة ولا جملة زيادة بس لابد من استبعاد هذا الكلام ولازم نبقى مستبعدين كل الحاجات اللي هي بتاعة البانكرياس والقنوات المرارية فعندنا لابد من عمل تحليل لابد من عمل أشعات وممكن نصل إلى منظر لأن القسن عشر بتسمع